أهلا بكم من جديد أعلن قائد عمليات سامراء لواركم عماد الزهيري تفكيك خلية إرهابية خطرة بعملية استخبارية في سامراء وذكر لوار الزهيري في بيان الله أن قوات قيادة عمليات سامراء وبالتعاون مع مديرية استخبارات وإرهاب صلاح الدين نفذت عملية نوعية استخبارية تمكنت خلالها من تفكيك الشبكة الإرهابية المكونة من ستة متهمين مضيفا أن القوات ضبطت بحوزتهم مواد وتجهيزات تنفيذ عمليات إرهابية